في الفيديو السابق عرفنا الطاقة الداخلية أنها كل الطاقة الموجودة في النظام هذا هو التعريف الأكثر شمولاً على الأقل بالنسبة لي هذا هو النظام عبارة عن وعاء ولدي العديد من الجسيمات هنا وهي حرفياً مجموعة طاقات الحركية من الطاقة الداخلية لهذه الجسيمات إذا كان لها طاقة وضع تشمل في الطاقة الداخلية إذا كان لها طاقة كهربائية كامنة تشمل أيضاً إذا كان هناك روابط بين الجزئات فإن طاقة في الروابط تشمل أيضاً إنها كل شيء كل الطاقات المتاحة ذكرت في الفيديو السابق أن U هي رمز يدل على الطاقة الداخلية U من المنطقي أن نفكر بأنها مجموع كل الطاقات بهذه الطريقة يمكن تذكرها لا حاجة للوقوف على ذلك كثيراً لكن هذه طاقة داخلية طاقة داخلية في أي نظام يجب أن يكون هناك طاقة داخلية؟ Internal Energy وهي دال على حالة الطاقة الداخلية لا يهمني كيف أصبح بهذه الحالة لكن إذا كان هناك نظام يحتوي على حالة معينة أو ضغط معين وحجم ودرجات حرارة محددة بالرغم أن وجود الضغط والحجم فهذا باقي يمكن أن أحدد الطاقة الداخلية عندها خاصة إذا كنت أعرف نوع الجزئات لدي وكل هذا وأيضاً قلنا في الفيديو السابق أن الطاقة الداخلية هي كل الطاقات في النظام فلا يمكن أن تفنى أو تستحدث لكن يمكن تحويلها من شكل إلى آخر وإذا كان هناك تغير في الطاقة الداخلية Delta U يكون بسبب حسناً هناك عدة أسباب أكثر مما هي لكن في عالمنا البسيط في النظام وربما نحن نتعامل مع الغازات لأنه ما يتم تعامل به في السنة الأولى من الكيمياء إذن سيكون أتغير بسبب الحرارة المزودة للنظام زائد الشغل زائد الشغل المبذول على النظام وكما ذكرت سابقاً بدلاً من الشغل المبذول على النظام أحياناً تكون هذه ناقص الشغل الذي يبذله النظام أياً كان وهنا سأعمل جانب آخر للنقاش لأنني سأكتبها بدون هذه Delta والسبب لعمل هذا إذا كان يجب كتابة هذه المعادلة وستره في الكتب أو من المعلمين لا شيء في ذلك وأقوم بهذا لأنه يخطر في بالي ما هي الحرارة وما هو الشغل بالنسبة للطاقة الداخلية إذا كان يجب كتابة هذا دلتا يو دلتا يو تساوي دلتا كيو دلتا كيو زائد زائد دلتا دابل يو هذا يعني عند نقطة معينة لدي كمية محددة من الحرارة في النظام ومن ثم لدي كمية مختلفة من الحرارة داخل النظام ونأخذ الفرق بين الحالتين ونحصل على تغير في الحرارة دلتا كيو وهذا يعني أن الحرارة حالة متأصلة جزائية في النظام وهذه ليست الحالة ويمكن القول ويمكن القول أو يمكن أن نخمن النطاقة الداخلية لهذا النظام يمكن القول أنها الضغط أو يمكن القول أنها الحجم أو يمكن القول أنها درجة الحرارة هذه كلها حالات جزائية لنظام أعلم كيف وصلت لهذه الحالة لكن يمكن أن أخبرك هنا عنه هنا لا يمكن إخبارك ما هي الحرارة في النظام مثلا وقد يبدو هذا غير بديهي لأنه إذا سألتك لدي فنجان قهوة ما هي الحرارة في استقلوه أو تعطيني أي درجة الحرارة لأنه في حياتي اليومية نستخدم الحرارة ودرجة الحرارة بشكل متبادل في الديناميك الحراري الحرارة هي انتقال الطاقة طريقة لتفكير بهذا إذا كانت الطاقة الداخلية هي حسابك بالبنك فيمكنك القول أتغير في الحساب البنكي أتغير في الحساب البنكي delta in bank account التغير في الحساب البنكي ومثله هو حساب بنك الطاقة للنظام إذا كان هناك تغير في الحساب البنكي لك سيكون هناك ودائع أو سحوبات والحرارة هي عبارة عن سحوبات أو ودائع في حساب بنك الطاقة الحرارة نوع واحد ربما الحرارة مثل نقل نقل الأموال من حسابك نقل الأموال من حسابك بالإضافة إلى التحقق من الودائع بالإضافة إلى التحقق من الودائع إذا أتحقق من الإداعات من المنطقي أن تسأل ما هي قيمة حساب البنكي أو تسأل ما هو تغير في الحساب البنكي تأخذ لقطة أو صورة عن كل فترة زمنية للحساب البنكي ممكن القول أن التحويل في حسابي هو عشرة دولارات إذن يمكن القول في هذه الجملة زائد عشرة دولارات ولنفرض أنني كتبت عشرون دولار شكات إذن ناقص عشرون دولارا ناقص عشرون دولارا شكات وفي هذه الحالة تغير في الحساب البنكي هو ناقص عشرة دولارات ناقص عشر دولار هل من المنطقي القول تغير في النقل في نقل المال وهذا يدل عندما بدأت الإداع كان رصيدي مئة دولار والآن بقي فقط تسعون دولارا تسعون دولارا عندما كان هناك مئة دولار في حسابي هل كان هناك أي تحويلات التحويلات هو كمية المال المسحوبة أو الموضوعة في الحساب وبالمثل فإنه لم يكن هناك تحقق من حساب الودائع من الغريب القول أتغير في حساب التحويل هو عشرة دولار أو أتغير في حالة الإداع هو عشرون دولارا ويمكن القول تم تحويل عشرة دولار عشرة دولار وكتبت الشيكات بقيمة عشرون إذن لدي التغير في الحساب البنكي بقيمة عشرة دولارات ونفس الشيء نقول كم الشغل المبذول لي أو بذلته وهو نفس السحب والإداع للطاقة أو يمكن القول كمية الحرارة المعطاء أو المأخوذة وهي طريقة أخرى للإداع أو سحب طاقة من النظام لهذا سألتزم بهذه المعادلة وسأبتعد عن هذه المعادلة كما قلت لا يمكنك القول كم هي الحرارة الموجودة في النظام يمكن أن تتساءل لكن لا يمكنك قول هذا لا يوجد متغير لحالة الحرارة في النظام لديك طاقة داخلية أقرب شيء للحرارة سنتحدث عنه لاحقا في المحتوى الحراري المحتوى الحراري هو مقياس لكمية الحرارة في النظام ولا نتحدث عن هذا الآن ولا يمكنك القول ما هو الشغل الموجود في النظام لا يمكن القول لدي كمية X من الشغل في النظام النظام يقوم بشغل أو هناك شغل يبذل عليه لكن لا يوجد كمية محددة من الشغل لأن الطاقة في النظام تستخدم كلها في الشغل أو تستخدم كلها في الحرارة أو تستخدم كلها في أشياء أخرى لذال لا يمكن قول هذه الأشياء لذال لا أحب التعامل معهم كمتغيرات للحالة أو دال لا للحالة مع كل مقيل هذه التعريف لدينا لنحول بعض المسائل لنكون بعض الحدث وأريد أن تشعر بالراحة هدفي الأساسي جعلك مرتاح خاص عند استخدام ناقص وزائد للشغل وأفضل شيء لذلك ليست ذكر الصيغة لكن أن نفكر ماذا يحدث لنفرض لدينا نظام هنا لدينا نظام هذا بالون ولا يوجد تغير للطاقة على الطاقة الداخلية ولا يوجد تغير على الطاقة الداخلية الطاقة الداخلية صفر ومن أجل غايتنا نفترض أن الطاقة الحركية للرسيمات لا تتغير ولنفرض أن هذا تمدد قليلا أن البالون تمدد تم بذل شغل سأكون بهذا بشكل مفصل في الفيديو التالي النظام بذل شغل بمقدار 10 جول بمقدار 10 جول الشغل بمقدار 10 جول إذن system does 10 جول of work وسؤال ما هي كمية الحرارة المعطى أو المفقودة من قبل النظام ما هي كمية الحرارة التي فقدت أو أعطيت لا تحتاج بالضرورة إلى كتابة الصيغة هنا أو كتابتها الطاقة الداخلية وهي مقدار الطاقة الموجودة في النظام لم تتغير النظام بذل 10 جول من الشغل وهذه طاقة خارجة من النظام بذل 10 جول شغل حسناً 10 جول خرجت بشكل شغل إذا لم تتغير الطاقة الداخلية عندها عندها يجب أن يكون هناك 10 جول تدخل إلى النظام وإذا لم يحصل هذا الطاقة الداخلية ستنخفض بمقدار شغل المبذول إذا كان هذا الشغل الصافي فإن الطريقة الوحيدة هي إضافة طاقة خارج النظام من خلال الطاقة الداخلية إذن 10 جول من الحرارة ستكسب 10 جول حرارة سنكتب 10 جول حرارة Heat Added to System لننظر إلى هذا من خلال الصيغة الأساسية إذا كان لدينا دلتا يو دلتا يو تساوي الحرارة المضافة الحرارة المضافة زائد الشغل المبذول زائد الشغل المبذول من النظام ومن ثم هذه الصفر وتساوي الحرارة المضافة للنظام تساوي الحرارة المضافة للنظام في هذه الحالة نقول هذه الحرارة أو الشغل المبذول للنظام W هي الشغل المبذول الآن النظام قام بشغل لشيء آخر لا يملك شغل وعمل من أجله إذا كان هذا الشغل المعمول للنظام وقام بشغل فإن هذا سيكون ناقص عشرة حسنا ناقص عشرة جول ومن ثم نحل لكلاء الطرفين نضيف عشرة لكلاء الطرفين ونحصل على عشرة تساوي Q عشرة تساوي Q وهي ما حصلنا عليه هنا لكن هذا مربك أحيانا ستتساءل هل هذه حرارة فقدها أم كسبها النظام المتعارف عليه هو أنها الحرارة المضافة هي تآدد الحرارة المضافة لكن هذا مربك أحيانا هل هذا الشغل المبذول من النظام أم عليه لهذا أفضل أعمله بهذه الطريقة إذا النظام قام بشغل إذا حصل النظام على شغل سيكتسب طاقة إذن لنحول مسألة أخرى كان يمكن أن نقوم بنفس الشيء باستخدام أصياغ الأخرى التي قد تراها الشغل الذي قام به النظام يساوي Q يساوي Q ناقص W ناقص W هذا هو الشغل من قبل النظام وفي هذه الحالة مرة أخرى والتغير في الطاقة الداخلية يساوي 0 وهذا يساوي الحرارة المضافة للنظام Q ناقص الشغل المبذول إذا ناقص قلت لك في البداية النظام قام بشغل مقداره 10 جول حسنا ناقص 10 جول نحصل على نفس الحالة هنا من صيغتين مختلفتين ونحصل على 10 تساوي Q 10 تساوي Q أي أن كان الحرارة المضافة للنظام هي 10 جول لنقوم بمثال آخر لنفرض لدينا 5 جول من الحرارة لنفرض أنه لدينا 5 جول من الحرارة of heat of heat taken away تأخذ من النظام from system ونفرض هناك 1 جول شغل على النظام 1 جول شغل على النظام 1 جول of work done on system ممكن أن يكون على البالون ما هو التغير في الطاقة الداخلية delta U لنجد ما هو التغير هناك 5 جول حرارة تأخذ من النظام هذا يقلل الطاقة الداخلية بناقص 5 وإذا كان هناك 1 جول شغل بوذلة على النظام نضع طاقة داخله وهذا يعني أنه زائد 1 الشغل إذا ناقص 5 زائد 1 ناقص 5 زائد 1 وهذا يساوي 4 إذا التغير في الطاقة الداخلية هو سالب 4 والآن يمكن عمل هذا بشكل رسمي أكثر باستخدام الصيغ التغير في الطاقة الداخلية يساوي الحرارة المضافة للنظام زائد الشغل المبذول على النظام وهذا يساوي الحرارة المضافة لدينا 5 جول حرارة أخذت من النظام إذا هذه سالب 5 زائد أشغل المبذول على النظام 1 جول أشغل المبذول على النظام ونحصل مرة أخرى على سالب 4 ويمكن كتابة صيغة أخرى يمكن القول التغير في الطاقة الداخلية تساوي تساوي الحرارة المضافة للنظام ناقص الشغل المبذول من النظام أريد أن أعمل كلة الحالتين حتى لا ترتبك عندما ترها في المدرسة أو تأخذها في دورة بصيغة واحدة ودورة أخرى بصيغة أخرى نستخدم هذه الطريقة ما هي الحرارة المضافة للنظام؟ لدينا حرارة أخذت سالب 5 ناقص الشغل المبذول من النظام كم هو الشغل المبذول من النظام؟ النظام بذل له 1 جول من الشغل إذن قام هو بناقص 1 جول من الشغل إذن هذا ناقص الناقص 1 ولتوضيح عند استخدام هذه الصيغة عند استخدام هذه الصيغة هذا الشغل المعمول من النظام وهنا الشغل المبذول على النظام إذن النظام له شغل إذن له ناقص 1 جول شغل معمول من النظام وهذه تصبح زائد ونحصل على سالب 4 جول افعل ما هو بديهي لك بالنسبة لي هذا أكثر شيء بديهي لأنك لا تسخدم الصيغة فقد تفكر إذا كنت أبذل شغل أنا أستنفذ طاقة وإذا كان هناك شغل يبذل لي فإنني أكسب طاقة إذا كان هناك حرارة تأخذ مني فأنا أفقد طاقة وإذا كانت الحرارة تضاف لي أنا اكتسبت طاقة أراكم في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر